محور الغذاء محور يتعلق بحياة الإنسان محور الغذاء محور واسع ما عنداش نهايات صحيح إذا كان احنا حبينا نمشو للممارسات قبل ما نمشو للممارسات وشو الغذاء وشو الغذاء الغذاء فيه النباتي فيه الحيوان وطبعا عنصر الماء راه ملسق بالغذاء لأن إذا كان حبيت تقول الغذاء الماء الذين شربوا هو غذاء والنبات الذي نأكله هو غذاء والحيوان الذي نأكله هو غذاء هذا الغذاء رح يأخذه الجسم لأهداف معين معروف في علم الغذاء أن الغذاء نأخذه لأشياء ثلاثة وشي الأشياء الثلاثة لنأخذه منها الغذاء اللي هي كمصدر من مصادر الطاقة ومصدر من مصادر البناء ومصدر من مصادر الصيانة ولذلك حتى في المنظومة الغذائية يقول لك لما تلقى علماء الغذائي يقديروا في الرواتب الغذائية يقول لك راتب الطاقة وراتب البناء وراتب النشاط والعمل وراتب الصيانة ولذلك الغذاء هو مصدر من مصادر الطاقة وهو مصدر من مصادر بناء الجسم وهو أيضا مصدر من مصادر تأمين النشاط وهو مصدر أيضا للصيانة والحماية من المخاطر المحيطة بالإنسان إذن حينما يسأل الإنسان عليش نأكل لنا تأكل لو كان ما تأكلش ما عندكش طاقة لو كان ما عندكش طاقة ما تتحركش يعني والطاقة يأمنها ثلاث أنواع من الغذاء يأمنها السكر أو السكرية بصفة عامة ويأمنها الدهون أو الدسم وتأمنها البروتينات أما البناء تأمنها البروتينات وتأمنها الطاقة وتأمنها المعادن أما الصيانة تأمنها المواد الفعالة والزيوت والمضادات الحيوية والأحماض الناتجة عن الغذاء هذه كلها منظومة علمية دقيقة فيها متخصصين وفيها علم دقيق وفيها علم عميق يشتوجب على الإنسان معرفة على الأقل الثقافة اللي تأمن لها الصحة واللي تأمن لها حسن السير للأمام